المترجم للقناة 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 دعنا نصور لكم الشارجر حاليا ما هي البيع لكن دعنا نصورها لكم لأن هناك بعض المقتنيات الخاصة فينا وهذه من ضمنها هذه الدوجة الشارجر 69 المترجم الى كندا طبعا مثل ما اذكر كل مرة او نذكر كل مرة السيارة الكلاسيكية هواية قبل تكون تجارة يعني اكيد الهوات يوافقوني الرأي اذا ما هي هواية تجارة بيجي من الايام الواحد بيتعب لم فيها تعب وفيها شغل وفيها لكن اذا كانت متعة الواحد ما راح ابدا يمل منها يذنها متعة والحمد الله هذا مجال احنا نعرف فيه وحابين ودخلين فيه ومقتنين سيارات كهواية قبل ما يكون تجارة يعني السيارات اللي تشوفونها اغلب السيارات الموجودة هنا ما هي البيع يعني مختنيات خاصة فينا والحمد الله جبناها عن طريق يعني عن طريق علاقات حتى ما هي معروضة في النت عن طريق الناس نعرفهم عن طريق بعض الناس اللي يتعامل معهم قطع غيار ما هي تعب قطع غيار تحصلها في النت قطع غيار هذي ما شاء الله لمبالا 59 كشف طبعا هنوريك من فرق بين 59 وبين 60 هذي 59 شوفوا جهتها شوفوا الداخلية ابشر ابشر بصورها شوف خرفيتها هذي 59 كشف طبعا تعتبر ما شاء الله تبارك الله من النوادر هذي توفقنا فيها من جدد تجديد كامل يعني بأفضل مراحلة تجديد بنرجع للموستنغ طبعا هذي ما بيوع طلعلي مرات بإذن الله ما فرض تطلع لأسبوع هذا طيب هذي المبالة الستين الواحد اذا شاف شي يعجب يا شباب يذكر الله هذا هذي الستين طبعا الشي مميز فيها يسمونه السبير أو السبنة تصير وراه في الخلف تعتصيره منظر جدا جميل هذا لمساعده كيف الشكل كمال الشكل طبعا هذي بعض المقتنيات الأثرية ما عليك زودي حبيبي العسل انت وشرواك طبعا هذه الفيرلين التسعة وخمسين صورناها معرض الحساب للبيع فيرلين سكايلينر برضا تعتبر من النواة الموادر هذه تصير كشف صورنا تصوير كامل للسيارة كيف انها تنفتح كيف تتسكر وكيف امورها مشاء الله تبارك الله ما يحتاج هذه المونستينج الفاسس باك طبعا هذه مثل ما ذكرت انباعث راحل الامرات بإذن الله في واحدة ثانية مثلها بيضة معروضة في الحساب تحصلونها موجودة في نفس حسابنا هذه مشاء الله تبارك الرحمن ما يحتاج اللي يسر على المبالة للبيع ما ديلي تقصد هذي ولا هذي ولا هذي هذي من المقتنيات هذي برضو من المقتنيات هذي برضو من المقتنيات لكن اللي احتمال احتمال ننبيعها هذي 59 كشف هذه الكريسلر هذي حرا هذا الحارس حقي anyway صعبه كوفد تعبان شوي في بعض الكسور الصغير اللي جنب الغرفة هذيك تيوتا سليكا جاك الله خلي على الكلام الطيب مثل ما ذكرت في بداية البث يعني الحمد لله هذي هواية اكثر منها تجارة لكن الحمد لله صار افتحنا شركة رسمية لها اكثر من مكان لها مكاثب في الخليج والحمد لله الله يرزقنا يارب يرزقك من واسع فضلا لكن هيك بدت كهواية والشيء للواحد يعني يخلص النية اللي عز وجل فيه ويحبه ويبدع فيه الله بيوفقه هذي راح تنرضى ان شاء الله اليوم البقودة ان شاء الله تبرك الرحمن هذي برضو راح تنرضى البيع 300 sel 4.5 برضو تعتبر من النوادر بالنسبة اللي يسأل نشتغل جديد نعم نشتغل جديد عندنا سيارة جديدة ونوفر برضو سيارة جديدة نوريكم بعض السيارات اللي هنا هناك فيه تندرة تندرة والس كلاس كلهم معروضين للبيع اللي يسأل عن احمد عن احمد الشهري لا احمد الشهري لحساب الخاص وله مشاء الله تبارك الله تغطية الخاص احمد الشهري عاد مشاء الله تبارك الرحمن ما يحتاج لكن حسابنا ما هو ما هو تبارك الرحمن الشهري عنده حساب الخاص وحنا عندنا حساب الخاص لكن الحمد لله بيننا يعني اخوه وبين صداقة ونعتز فيه والله اللي يسأل اللي يسأل عن اندر سيارة والله الحمد لله كلها كلها نوادر واللي يسأل عن اقدم سيارة مثل ما ذكرت هذه اقدم واحدة اللي هي 46 كدلك 46 والحمد لله يعني تقريبا اغلب الموجود يعتبر من نوادر هذه كدلك 56 الديفيل تقريبا اغلب الموجود مجرد حساب الخاص جاء تقريبا اغلب الموجود فإنما تقريبا اغلب الموجود عامد لله شهري يلا خلها حساب حمد الشهري حسابنا واحد وكلنا اخوان اللي يقوله التصوير ما هو كويس بالعدسة هذه هذا هذا اجدد جوال الان وافض الجوال جبناه واو مرة اصور بث ترى الجوال ثوني شرائط همس اللي هو الايفون برو ماكس افضل افضل الموجودة الان بالتصوير فها غريبة تشتكي منه طيب فيه كم سؤال بجاوب عليه خلونا وشي نجلس في واحد من السيارة اللي هنا خلونا نجلس شوفنا سيارة نجلس فيها خلونا نجلس في المبالة 59 طبعا واحد بنسبة لي وبعض الشباب اذا جي تشتغل اجلس في السيارة خصوص ان يعني شغل على الجوال اجلس في السيارة والله اني الحند الله يبارك الجميع في حلاله انها متعة ممكن ما يحس فيها اللي مجربها يعني تشتغل او حتى تأخذ برايك في السيارة كذا تجلس هنا طيب اللي سأل عن السيارة كم تاخذ من شهر يعني غالبا الجميع دول الخريج تاهد من خمسة إلى ستة سابيع من تطلع طبعا هذا الباب يجي كونتينر يوقف هنا ينفتح الباب هذا ينفتح الباب هذا تتحمل السيارة وتطلع كم مرة صورنا تغطيات يعني للتحميل شبه سبوعي ما شاء الله لا اله الله وشي بعد استفسرات خلونا نجاوبكم هلا بالشيخ احمد هلا والله هلا بالحبيب بتكسد الباقودة هلا والله بالحبيب تكسد الباقودة هذه يقول ابو عبدالعزيز لو تكرمت حساب احمد الشهري حساب احمد الشهري هذا معلق احمد الشهري قبل يعني اللي فوق كتابتك في واحد اسمه عبدالعزيز عبدالعزيز الشهراني اللي فوقه هذا حساب احمد الشهري الفضية اللي هناك 300SL ابشر ابشر يا ابو حمد ان شاء الله صورها لك اليوم ان شاء الله اني ما انسى ما انشغل لكن ابشر بصور لك بصور لك بصور لك كاملة وورسل لك الواتساب اللي يقول بغايت لك زز اسف سورتازرق 2020 تواصل مع رقمنا المختص بالسيارات الحديثة ابعد اكتب الرقم الان او تواصل مع الواتساب هذا طيب ابشر ابو حمد او تقدر تتواصل مع الواتساب فهذا والسفسر منه سوي لي بن الرقم هلا والله اخوي محمد الله حيه هلا ومرحبه هذا الموتر جاهز ننتظر بس كونتينر الموتر مفرض والله طلع امس لكن تعرف حيانا الشحن مواعيد هم يعطونك موعد لكن يكون في بعض الترتيبات فمتفائلين خير ان شاء الله ان اسبوع هذا ان شاء الله انتكون اسبوع هذا جاهزة والله للشحن هذي هنا هذي برضو بتطلع قبلها احتمال لكن هاي العلاقراثم هاي اللي راح تطلع بنذن الله اللي ساء اللي قلت واصلت معك بخصوص موستين 2019 وال2020 فيه الرقم اللي مسوي لبين انا تقدر تواصل معه وتستفسر من عندهم بعد الانه ايضا اللي قصار عندنا تجمع في مكة للسيارات كلاسك مثل اللي في الرياض والله ما شاء الله هذا شي جميل انا خبر واحد من شباب يكلمني قال اتوقع في جدة لكن بالضبط ما ادري اللي شخصيا حضرته حضرته اللي في الرياض كارزاند كافي خليني شوفي اذا قدر حط الحساب هنا حساب كارزاند كافي اللي يقول دقيقة شباب جالسة ابو جاوب على سوال سوال اللي يقول كيف اجيب سيارة من الى البحرين من البحرين ما عندي والله اعلم لكن ممكن افيدك لو تتواصل مع رقمنا ممكن نتواصل مع المكتب اللي نتعاملين اياه في البحرين وتتواصل ويها لكن تجيب سيارة من كندا او امريكا الى البحرين هذي احنا نسويها يعني نشح بشكل اسبوعي الخليج الامارات الكويت قطر سعودية عمان بحرين برضو ليبيا المغرب وبعض الدول اللي اسهل عن كابرس نعم في كابرس ان شاء الله رح نعرض قريب طيب اللي اسهل عن الامبالة 59 احتمال انها تكون البيع ان شاء الله لكن حاليا لا المرسيز فضية بقى اصورها لحمة الشهرية وشي ولقصورهم في الجميع وبتنعرض في الحساب ان شاء الله لكن او شي بعرضها على حبيبنا احمد طيب الاسهل عن موقعنا في كندا احنا في فانكوفر في مدينة فانكوفر مقاطعة اولاية بريتش كولومبيا كولومبيا الكندية في كندا تعتبر توجد في غرب كندا اقصى الغرب اقرب مدينة لها امريكية مدينة سياثل في واشنطن طبعا واشنطن ستيت والله سأت قلبك يا حبيبنا محمد محمد الماجد الشرف لي والله اللي يسأل عن رقم مكتب البحرين والله ما هو معي حاليا لان ما بطلع من البث في الجوال الثاني لكن تقدر تتواصل مع الواتساب وبإذن الله يعطونك اياه طيب اللي يسأل عني اللي يسأل يقول هناك ثنيان بن خالد ثنيان خالد اللي اعرفها كان في فيكتوريا هي مدينة قريبة من عندنا في جزيرة قبلته الله يعطيه العافية تشرف فيه حبيبنا حبيبنا ثنيان لكن اعتقد انه نقل امريكا اللي يسأل عن لاند كروزرات لا ما في واللي يسأل عن اللي يتزاك خير تركي اظن اسمك تركي تو ار كي اي اندر سكور تزاك الله خير على كلامك طيب والله ما يزيدنا ويزيدك من واسع فضلا والحمد لله السيارات الآن في الرياض في سيارة واحدة الآن موجودة في الرياض وراح تجي سيارات بإذن الله الرياض طبعا فتحنا مكتب مثل ما أعلننا قبل فتحنا مكتب في الرياض موجود في اكس كارز الدور الثاني يعني بيننا وبين اخواننا وحبايبنا في اكس كارز تعامل ومكتبنا موجود هناك الدور الثاني مؤسسة مكتب النوادر نخبة النوادر للسيارات موجود في الرياض ابد حقيق الله في كندا اي وقت متشرف فيك والله تشرف تشرف مبناس كثير الحمد لله وقبلناهم اهل وربع اللي يسأل عم وستنق 68 تواصل مع الواتساب وبإذن الله راح يفيدونك بالموجود طيب اللي يسأل تجمع كارزان تكافي تجمع والتجمع راح تعرف تعرف منه ناس يشوفوا لك سيارات موجودة لكن حتى احنا نوفر يعني نوفر الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله ما في سيارة ما قدرنا نوفرها يعني أندر النوادر وفرناها وفرنا سيارات كثيرة من النوادر سواء سيارات طلعت في أفلام مثل إلينور طبعا إلينور واحدة من السيارات الجميلة اللي كانت أحد سيارات الفيلم وفرناها لواحد من من كبار الكوليكترز وفرنا له وفي سيارة وفرناها واحدة من أصل 299 سيارة والحمد لله يعني حتى السيارة هذه تبعنا التكوليكشن تعتبر واحدة من أصل ما أنا مرة متأكد كان بالضبط لكنه تعتبر من نوادر برضو هذه الكرايزلر واحدة من أصل حاجة وفي كذا سيارة وفرناها اللي سأل عن موقع إكتروني ما عندنا موقع إكتروني حاليا عندنا إستجرام لكن موقع إكتروني قريبا بإذن الله طيب اللي سأل عن الإلينور الإلينور بحر يعني الناس كثير تراهم الموستينج أو ما نقول الرهم يحطون كت هي الإلينور يعتبر كت يتركب عليها وخلاص تعتبر إلينور هي شركة تسوي الكت هذا لكن الأسعارها تختلف برضو حسب مكينة اللي فيها حسب الشغل اللي فيها لكن تكلم عن السيارات اللي كانت في الفيلم إلينور هي يعني نسبوها إلى سيارة كانت في الفيلم فيلم gone in 60 seconds اسمه gone in 60 seconds هذه ما هي رخيصة يعني واحدة من السيارات اللي اشتريناها كانت في الفيلم حدود النصف مليون دولار أمبعت واحدة سبوع ما أتوقع قبل سبوعين أو ثلاثة سبع في أحد المزادات أمبعت أعتقد بتسعمائة ألف دولار فماشاء الله اللي وفرناها هذه بنصف مليون تعتبر استثمار جميل اللي شراء الله يبارك له وبريان إذا ما عرفت حساب أحمد الشهري ارسل لي ما على كامير على الواتساب أو على الخاص كله بي حساب أحمد الشهري وبرسلك هي بإذن الله أو إذا ما عرفت حساب أحمد الشهري طيب ليش ما تعملوا لها تغطية موجود لكن قليل قليل وجوده طيب ليس العشيفيل SS69 ما عندنا حاليا الغالي كرسيجة 88 ما في حاليا تندرة 2021 موجودة واحدة لا زالت موجودة في واحدة مباعت وفي الثانية موجودة كلها متوفر عندنا اللي قول ما هي الرقم ما هي الرقم يا برو ما هي الرقم هنا الرقم ما حطوطينا أنا مادري اللي كتب عربي أو لكن ممكن إنجليزي ما هي الرقم ما هي الرقم هذا هو فيواني كونتاكت مي أو بواني كونتاكت مي أو بواني كونتاكت مي في المرات عندنا ضمانات في البحرين عندنا ضمانات في الكويت عندنا ضمانات جميع دول خليج عندنا ضمانات يكون عن طريق مكتب طبعا قبل كل هذا الحمد لله مثل ما انتم شايفين يعني عندنا مكتب مكاتب وعندنا معرض رسمي خاص فينا شركة رسمية الحمد لله لكن ما يعني من حقك تطلب ضمانات و يعني تعرف 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 حقوقك فعشان كذا سونا مكتب يعني مكتب خاص في السعودية والمكاتب الموجودة في الإمارات اللي متعاملين معها تقدر تروحها وتدفع هناك تاخذ عليها إيصال أنت الأسطورة يا حبيب اللي يقول أنت وساطير والله يجمل حالك ويسعدك ويبارك للجميع يا رب الكد لك من 70 إلى 89 كم سعر عندكم حسب الموديل حسب حالته هل هو كوب أو كشف لكن موجود عندنا موجود عندنا اثنين حاليا لو تتواصل مع المواتسوب مع اللي كامير مع الرقم اللي حاطينه هنا بيفيدونك بالموجود حاليا الشباب في قسم الطلبات طبعا الآن الشباب شغالين موجودين في المكاتب وشغالين يستقبلون طلبات يستقبلون مكالمات يستقبلون كل شي طيب الإسأل عن جي كلاس قديم حاليا ما عندنا لكن نقدر نشوف طيب الإسأل الباقو دبشر بتتصور بعد شوي إن شاء الله مجهزين هنا بتتصور إن شاء الله طيب يقول احترم متابعينك وجاوب ليش ما تحط أسعارك بالصور هل تقصد إنه الأسعار بالصور يعني أسوي لها أسوي لها كابتشر من البرنامج حق العملات ولا إيش طيب اللي سأل اللي سأل يقول عندكم سيارة باقودة نعم عندنا باقودة هذه موجودة هنا راح تتصور تنعرض إن شاء الله خلال الساعات القادمة ليش ما تتصور لنا سيارات رياضية زي جي تي آر طيب ابشر بنسوي تغطيات إن شاء الله عليها أخوي ناصر المرسيز الفضل 300 ابشر بنصور لك بنصور إن شاء الله بنعرضه في الحساب فيه نعم فيه تواصل مع رقم الواتساب وراح يفيدونك بإذن الله لو توضح بس أخوي رمادي أو رامي اللي حساب رمادي تقول قيمة السيارة بكل صورة لو توضح مع الكامير ممكن يكون مخترح جميل نسوي ما في مشكلة إذن شي يعني المتابعين بيسهل عليهم أو يريحهم بإذن الله راح نحطه يكون من ضمن الصور الموجودة في الحساب أو في الفيديو حتى يضاف للفيديو صورة فيها الأسعار لكن دائما لما نحط سيارة نحط معها الأسعار يعني كل سيارة تنعرض يكون تحت في التفاصيل موجودة فيها الأسعار موجودة فيها الأسعار موجودة فيها الأسعار اللي يقول توفر كابرس وندفع عربون في كابرس راح نعرض إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة بإذن الله وال280ZX 79 لا والله كان عندنا 1 240 تو وراح لكويت الله يبارك الرائية طيب كم يوم تجري السعودية 5 إلى 6 أسابيع من تاريخ الشحن بإذن الله اللي يسأل عن أسعار الكنام تقريبا حسب الأي دولة لكن مثلا السعودية أو الإمارات أو قطر الإسعار حول بعض يعني حدود 146 درهم أو ريال أو ريال سعودية أو ريال قطري تقل أو تزيد يعني نتكلم عن كنام المافريك التربو سمارت شاكس 2021 طبعا حجز الأربعة واحد راح السعودية الله يبارك الرائية واحد تقريبا دفع ليه عربون من قبل زبون باقي اثنين حالية متوفرة ترى والله يا شباب في كلام ما أشوفه يعني في ناس يزع اللي قلتوا مرت كلامي أو لا أنا حاول أجيب أجيب على الأسئلة اللي يقدر عليها وشوفها طيب هل في سحب قريبا على سيارة ممكن هذه كان في مناسبات بإذن الله طيب بعد وصول السيارة إلى الميناء حبيبنا حمد الماجد لا تشيلها من ناحية التخليص والأمور هذه أبد ريح ريح السيارة بتجيك بإذن الله إلى البيت راح نسقلك مع مخلص حبيبنا سارة في عبدالله الأحمر موترز راح بإذن الله يخلصوا لك السيارة ويضبطوا كل أمور هيتواصلهم معك وراح نسق معك بذن الله أو ما تنشح السيارة ترسلك البريصة وتتبع حق الشحن ورقم المخلص في الإمارات وكل الأمور هذه أبد ما تشيلهم طيب يقول له واحد تقرر يشري سيارة قبل ما يحول مبلغ يستلم أوراق رسمية من حقك من أبسط حقوقك أنك تطلب أوراق رسمية وثاني شيء الواحد مسائل أمام الله عز وجل على حلالة لازم يحرص على حلالة يتابع على حلالة ويتأكد أنه الريال أو الدولار أو الدرهم أو الدينار أو اللي هو ما يحط الأمكان الصحيح وما يحط أي مبلغ إلا فيه ضمنات ومرتاح نفسيا هذا أصلا من حقوق يعني من حقك على نفسك أنك تسوي الشيء هذا وإحنا يعني ما فتحنا شركة رسمية وفتحنا معرض أنا أقدر يعني أبث وأنا جالس في البلكونة وأصور وأطلع تمشي وأصور لكن نحن الغرض الأساسي حطينا معرض الطلبات زادت الشغل زاد الناس تبيض ضمنات الناس تبيض ترتاح فعشان يعني الغرض الأساسي من فتح الشركة وخلناها رسمية وبأوراق رسمية وندفع تاكس وندفع ذرايب وندفع أجرات وندفع أمور هذه كله عشان يكون الشغل رسمي مئة بالمئة والناس تضمن حقوقها والناس يكون لها مرجع لأنك لما تتعامل مع شركة أنت لك مرجع ما يعني تدفع فلوس ونت مرتاح ما هو والله أنت محاول الفرد أو شخص بس معه يعني مؤسسة كاسم أحنا شركة الحمد لله ما هو بس اسم لا شركة موثقة لها مقر وهذا أهم شيء لها مقر لها حساب بنكي باسم شركة يعني الحمد لله كل شيء رسمي وبرضو لنا مكاتف الخريج حتى الناس تضمن يعني تضمن حلالها تضمن حلالها وتضمن يعني يكون فيه شفافية في التعامل يكون فيه راحة يعني الواحد الآن لو بيشتري قطعة من النت لو أنها بخمسة دولار يبغى يتأكد أن هذا الشيء مضمون يعني اللي عليك تسوي أول شيء تبحث عن اسم الشخص اللي وفل القطعة هذه هل هو مضمون سو بحث سريع في النت هل فيه شكاوي هل فيه هل عليه ريفيو كويس ريفيو كويس خلاص تضمن أشتري قطعة ونت مرتاح والله لا والله فيه الموضوع فيه شك ولا فيه ريفيو ما هو كويس ولا فيه أمور ما هي كويسة بعدها تعرف أن تقيم هل الشركة هذه أو البروفايدر هذا كويس مضمون له سمعة هذه الأمور تحددها وبالنسبة للشخص اللي قال حول مبلغ لأحد وما جاء هذا هذا بينه وبين الشخص الثاني فيه فيه مجرية قانونية فيه الحق ما يضيع يعني الحق أبدا أبدا ما يضيع مجرية 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 مكتب في الكويت نعم في موجود مكتب في الكويت الله يتزاك خير حبيب محمد الماجد وبيض وجهك والله يجعلنا يا رب يعني عند حسن ظن رب العالمين أولا ثم عند حسن ظن رب العالمين والواحد ما وده يعني بعض الأمور يتكلم فيها لكن هذا شيء أنا بتكلم فيه يعني هذا الله الله شاهد علي وأنا محاسب أمام الله عز وجل الكلام اللي بقوله يعني والله من قبل ما أفتح شركة يعني كنت شغال فردي الحالي أنا أمحدثكم أخوكم أنس وعبد العزيز أنس الزايد قبل ما أفتح حسب شركة قبل ما أسوي شركة وقبل ما أدخل في البزنس هذا بالشكل هذا الحمد لله في البدايات والله العظيم يعني الحمد لله أعتز فيها وأتشرف فيها الثقة هذه واحد من الزباين اللي يعني اشتروا من عندي يعني عشرات السيارات قال لي وشي كيف أضمن حقي وكيف كذا قلت لو قلت ولا أنا ما عندي شركة لكن أنا عندي بعض السيارات الخاصة فيني ووريت الرجال تطمن سأل بتكلم معي ارتاح حولي مبلغ خلص السيارة حولي مبلغ ثاني حولت السيارة ثانية قال لي أنا سأحط عندك مبلغ يعني أعتقد كان حدود عشان ما أكن بلغت يعني حدود الربع مليون حدود الربع مليون درهم قال لي هذا ترك عندك رصيد حشان لو حصلت سيارة عرضه بتخلصها يعني أنا وقته والله العظيم يعني انحرجت من الرجال يعني انحرجت وشكرت على الثقة هذه والحمد لله والثقة هذه ما أنبنت يعني في يوم وليلة ما أنبنت الابتعب وشقة ويعني علاقات الحمد لله كوناها وسمع بنناها ومثل ما قلت الله يجعلنا عند حسن ظن رب العالمين أولا ثم عند حسن ظنكم وشرواكم ترى وانا أتكلم يا شباب حينا ما أناظر المحادثات لأن الواحد يضيع شوي يقرأ ويتكلم طيب القوعة سكايلين ثمانين بابين ما يتوفر عندنا يتوفر يكون سكان عكس جايبين من اليابان لكن عندنا ما نوفر اللهم ما منو إياكم جميعا على كلام طيب بالنسبة لكلام 21 مثل ما ذكرت قبل تقريبا 146-147 ألف ريال أو درهم أو ريال سعودية أو ريال قطري في الحدود هذه أقل أكثر شوي 2021 كان مافريك سمارت شاكس تب التب مثل اللي شحناه قبل راح واحد على السعودية طيب اليسأل يدخل سيارة ثمانية سلندر قرعادي 2015 ونازل لا ما تقدر أول شيء 2014 ما يدخل السيارات اللي الآن مسموح فيها تدخل السعودية حسب النظام 2016 ما أحدث الثمانية سلندر بعضها تدخل بعضها ما تدخل فيه موقع اسمه كفاءة الطاقة السعودية تدخل عليه تحط مواصفات السيارة كاملة حجم المكينة كل الأمور هذي يبين لك طيب اللي يقول كيف أضمن بدي السيارة أن ما فيها صبغ بالنسبة للسيارات الحديثة الكارفاكس يوضح وفوق هذا تجد تطلب تقول أنا بغا تأكد فوق الكارفاكس فيه أجهزة أجهزة تفحص صبغ ينتحط على السيارة يعني نتأكد أنها مصبوغة وما هي مصبوغة طيب كيف طريقة طلب المواتر والدفع تواصل مع الرقم الموجود بإذن الله راح يعلمونك كل شي طبعا أنا وشي تشوف السيارة موجودة إذنها موجودة في حساب الإنستغرام نتأكد باقي متوفرة ولا لا إذنها باقي متوفرة ترسوا صورة جوازك إيميلك بياناتك حتى ينكتب لك عقد رسمي من الشركة ويرسلك وبعدها تحول المبلغ تحول المبلغ لحساب الشركة الرسمي إذا السيارة ما هي موجودة فيها لها آلية ثانية تدفع عربون نحصل لك السيارة خلال فترة معينة إذا توفر السيارة تكمل باقي المبلغ طبعا ما تدفع عربون إلا يكون تعرف السعر يعني الرينج حق السعر في حدود كم قبل ما تدفع السعر لو مثلا السيارة قيمتها 100 ألف في السوق وانت قلتها بالسيارة قيمتها تكون 60 يقولك لا والله 60 ما نقدر ما يحتاج تحتها تدفع عربون وتضيع وقتك لكن إذا تقول وكي أنا موافق على الرينج هذا نشوف الموجود بعد دفع العربون حصل لك هنا قلت رسعر يبقلك كذا كذا هذا الموجود الآن مناسب لك مناسب توكلنا على الله تحول باقي المبلغ ما حصلنا أو يعني تأخرنا ما حصلنا الشيء المطلوب على بناء على طلبك يرجع لك العربون كامل طيب اللي قول اقتراح لما تشحنوا سيارات تتركوا عليه شعار واضح زي الوكالات في AIB Classics الله يتكلم فهذه خطة جميلة وبإذن الله ناوينها وبدأنا نوعا ما زي اللوحات اللي حطانا في سيارة حبيبنا وحونا الخلوق والحبيب أحمد الشهري طيب اللي يسأل عن السيارة اللي أنا في هذه أمبالا أمبالا 69 كشف هل يسأل عن التحويل يكون إلى السعودية أو إلى كندا لا التحويل يكون على حساب حساب الكندي لكن لكن تقدر تتواصل مع المكتب تأخذ منهم معاقد وإيصال بالدفع طيب اللي يسأل عن مزاد مالكم هو اسمه مزاد ميكم ميكم أوكشن باحتمال بإذن الله يعني ناسبة الظروف أنه نحضر ونغطيه بإذن الله طيب اللي يسأل عن كدلك 46 خلنا ننزل حين من ان شاء الله تبارك الله يرصاص فتحت الكبوت يجب عليها قوة دعني اضع الجوال هنا دعني اضع الجوال هنا طبعا ما شاء الله اللي قال هذي مكينة الدبابة عارف السيارات هاي طبعا هذي فعلا هذي مكينة الدبابة دعني اضع الجوال پارش المنزل 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 لكن اتكلم عن لون الاصلي تبعها ان شاء الله تبارك الله تحس انك يعني ستين سبعين سنة وراء ماشاء الله تبارك الله ابي سام روس شكرا انت حق شدالك في عندنا في مكان ثاني فيه شكرا ماشاء الله تبارك الله فيه كذا كذلك راصلني بعدين عودة صوب خلني وريك اياها وفي عندنا برضو واحدة بروجيكت ما دل اذا شفتها في الحساب 59 في عندنا كذا كذلك حتى فيه في خمسينات عندنا كم واحدة راح نجددها باذن الله وبعضها ممكن تكون مختنيات وبعضها راح يتم عرضها للبيعين تعتبر من النوادق في ال 54 و في ال 58 كلها كشف ال 59 ما هي كشف هي اللي عاوضينها للبيع في الحساب صراحة جميلة يعني لو فيه وقت وفيه يعني على قوتو مورش نعرفها طلعناها لا وجددناها وصراحة تستحق تستحق الاقتناء اتكلم لك على ال 59 الصوت ما هو واضح صراحة تستحق صراحة تستحق صراحة تستحق صراحة تستحق الصراحة تستحق بطارية مفصولة وكان شغلناها وكان شغلناها وكان شغلناها وكان شغلناها بطارية بطارية اخرى يختار لون بطارية لو سيارة اعجبتك باحد المواقع الكندية او الامريكية نعم نوفرها لك تواصل المرة الموجود على الواتساب لانت وما راح يقصرهم معك ان شاء الله الشباب المرسيتز اللي فوق الرافعة نعم البيع لكن ما هو حاليا قريب ان شاء الله خلال الشهرين اللي قبر سائل على المحرك شغال حق لك نعم شغال لكن ما في بطارية حين اخوي عادر تشوف الباقودة يبشر هذه الباقودة حاليا ننزل صورة لايف حاليا ننزل صورة لايف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 طيب ببشر بحفظ بحفظ البث بإذن الله بحفظه برضو بنزف اليوتيوب ورابط قناة اليوتيوب موجود في البايو حقنا البشر البشر يا حبيبنا طبعا ان شاء الله تبارك الله متكاملة فيها مكيف وفيها كل امورها تمام قير عادي طيب يا شراء بنبطر الآن اقف البث وراح احفظه بإذن الله بنزل في استقرام خلي خلي في استقرام بنزف اليوتيوب واي احد ما جاوبنا عليه اعتذر يعني ما قدرت والله جاوب على كل الاسئلة الموجودة الرقم الواتساب موجود هنا تواصلوا معنا اي وقت بإذن الله الشباب ما راح يقصرون طبعا رقم التواصل زائد واحد او صفر صفر واحد سبعة سبعة ثمانية 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 تسعة ستة ثمانية ستة واحد بلاس ون او زيرو زيرو ون سفن سفن ايت 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 ناين سكس ايت سكس ون كان معكم اخوكم انس الزايد ابو عبدالعزيز تحياتي للجميع